نهاردة هنعمل وصفات برضو للعيد اولها هيكون المعمول او الكحك السريع ده هنعمله باللبن المكسف المحلة 300 جرام زبدة عايزين 5 كبايات دقيق وعايزين معلقة صغيرة بايكينج باودر كباية زيت و 3-4 كباية لبن مكسف محلة ومعلقة صغيرة ينسون الزبدة عندنا 300 جرام اهي انا عايزهم يسخنوا هحط معاهم الزيت عندنا هنا ينسون ممكن تحطوا ينسون حب ممكن تحطوا ينسون مطحون ممكن تحطوا ريحة الكحك زي ما تحبوا وعندنا المعلقة الصغيرة بايكينج باودر اه هقول لكم ايه اللي عملناه بالضبط اخدنا الخمس كبايات دقيق اللي عندنا وحطناهم هنا في الطبق مع بايكينج باودر مع ينسون وبس معلقة صغيرة بايكينج باودر خمس كبايات دقيق ومعلقة ينسون وممكن تحطوا ريحة كحك كمان هيبه حلو قوي معلقة ريحة كحك اه سيحنا التلتميت جرام زبدة مع الميت مع الكبايات زيت وهحطهم على الدقيق اللي عندنا هقلبه وبعدين هبتدي اعجنه باللبن المكسف المحلة وكمان هيعوز مياه دلوقتي حاخد الكلام ده هحطه في الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما يتحمر من تحت قاعل وكده بيبقى خلص بياخد تقريبا ربع ساعة في الفرن اشتركوا في القناة